من خلال حادثنا إن شاء الله في الفترة اللي جاية كمان عن مباراة إيطاليا وأسبانيا أكيد هنتكلم على جافي أو جافي اللعيب القنبلة من خلال بعض الفيديوهات من خلال بعض توقعات يعني خبراء الكرة أن هذا اللاعب سيكون هو بيقوله هو ميسي القادم للكرة العالمية طيب على الجانب الآخر يمكن سيطارة حل من الحزن الشديد جدا على حارس المرمى الإيطالي طبعا دونا روما دونا روما طبعا بعد انتهاء مباراة منتخب إيطاليا أمام المنتخب الأسباني في دور الأمم الأوروبية وطبعا شهدت طبعا فوز أسبانيا 2-1 ويمكن قصرت شوية حجبة تاريخية للحارس الشاب طبعا دونا روما مع منتخب الأزوري عمرها خمس سنوات وابقا طبعا للغة الأرقام لم يسبق أن تلقى الحارس دونا روما هدفين في مباراة واحدة خلال مشواره مع منتخب إيطاليا على مر خمس سنوات يمكن عارفين حضراتكم أن دونا روما السيف دوت يمكن حصل على أفضل حارس في أوروبا وأفضل لاعب في كاس الأمم الأوروبية اللي كانت يورو عشرين عشرين زي ما بقول لحضراتكم أن دونا روما يعني كمان لاعب صغير أنت بتتكلم على لاعب اللي يتجاوز الواحد وعشرين سنة انتقل طبعا من ميلا لباريس سان جيرمان بيتكلم على حقبة من التاريخ أن عمره في خلال خمس سنوات مع المنتخب الإيطالي عمره ما دخل فيه هدفين في المباراة واحدة يمكن كان حزين جدا لأن هذا الرقم اتحطم مبارا عن طريق المنتخب الأسباني طيب هنتكلم لسه كتير جدا في حلقاتنا زي ما بقول لحضراتكم حلقة دسمة جدا هنتكلم على تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم هنتكلم كمان عن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم لكن خلينا نبدأ صحفتنا مع المحترف نبدأ جولتنا في أسبانيا تحديدا جريدة ماركا الأسبانية ركزت طبعا أكيد على فوز المنتخب الأسباني 2-1 على منتخب إيطاليا وطبعا صعوده للمبراءة النهائية المنتظر طبعا الفائز من فرنسا وبلجيكا كتبت هذه الجريدة وكتبت أسبانيا جيدة جدا طبعا دي على طبعا واقع المستوى الرائع اللي ظهر به المنتخب الأسباني إمباريح كمان تحدثت عن تطورات قضية النجم الفرنسي إمبابي ورغبته الشديدة في اللعب لريال مدريد وكتبت ريال مدريد هو رغبة إمبابي طبعا الصحيفة كمان اهتمت بحالد برشلونا بعد طبعا التقرير المالي للإدارة الجديدة وكتبت برشلونا في خراب طبعا يعني عنوان قوي جدا جدا يدل على يمكن الأزمة المالية اللي بيمر بيها برشلونا لسه في أسبانيا طبعا احتفالات الصحف الأسبانية بالفوز على المنتخب الإيطالي تحديدا مع سبورت دي جريدة سبورت اللي ركزت على تقرير أفيران طبعا الرئيس التنفيذي لبرشلونا حول الوضعية المالية اللي يمكن خلقها إدارة بارتومينيو الرئيس النادي طبعا السابق في برشلونا وكتبت الإدارة الكارثية يعني إدارة كارثية كانت بارتومينيو ده طبعا المدير أو الرئيس برشلونا السابق وتحدثت الجريدة عن مستقبل الفريق وإمكانية التعاقد مع بعض اللاعبين وكتبت يمكننا التوقيع في إشارة طبعا أني مازال هناك أمل لإبرام بعض الصفقات على مستوى الإنفاق عن لفريق قرد القدم كمان الصحيفة اهتمت بفوز أكيد منتخب الأسباني على منتخب إيطاليا 2-1 والتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية وكتبت العرض والنهائي الكبير منذ دي بورتيفو الأسبانية اهتمت كمان بتأهل المنتخب الأسباني لنهائي الدوري أمم أوروبا على حساب أكيد المنتخب الإيطالي في نصف النهائي بيقول فوز 2-1 وكتبت تاريخي كما اهتمت يعني طبعا فوز تاريخي اهتمت كمان على مستوى يعني المالي لإدارة برشلونا الجديدة وكتبت الإدارة كارثية كمان كل الصحف بتهتم بيمكن إدارة برشلونا في الوقت الحالي وعندهم مشكلة كبيرة جدا 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 وكمان أشارت هذه الصحيفة بالجدل الدائر ما بين ريال مادريد وباريس سان جيرمان حاول أكيد النجم إمبابي وكتبت ريال مادريد وباريس سان جيرمان وجهان لإمبابي وكلا هما يغازل اللعب يعني عايزة أقول لحضراتكم هي تقدم مجرد وقت هو يعني ماتر روف تايم زي ما بيقولوا إمبابي أعلن صراحة أنه عايز يروح ريال مادريد الأمور هل إمبابي هينتقل لريال مادريد خلال الانتقال خلال يناير ده سؤال يمكن رئيس ريال مادريد قال وارد جدا انتقال إمبابي في خلال شهر يناير ولكن على الجانب الآخر إن باريس سان جيرمان بيقول إن إمبابي مكمل لنهاية السيزون لسه هنشوف إمبابي وريال مادريد بس مسألة وقت إن إمبابي أكيد هيكون موجود في ريال مادريد طيب إحنا لسه في أسبانيا مع صحيفة إيس اللي ركزت أكيد تاني على فوز منتخب أسبانيا على أقطاليا 2-1 التأهل للمباراة النهائية وكتبت يعني ماما يا ماما يعني هم طبعا عندهم تعبير جميل جدا جدا فخورين بأداء منتخبهم على المستوى الفني على مستوى النتيجة وزي ما بقول لحضراتكم كمان من سنين طويلة لم يفوز المنتخب الأسباني على المنتخب الإطاري في إيطاليا وكانت مباراة تاريخية كمان الجريدة تحدثت عن نصف النهائي التاني زي ما بقول لحضراتكم المباراة ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب البلجيكي وكتبت هازارد ولوكاكو أو بنزيمة وإنبابي ده طبعا إشارة للمباراة اللي يمكن ستقوم خلال يمكن دقايق من دلوقتي ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب الفرنسي صحيفة كمان اهتمت بتقرير برشولونا حول تاني الوضع الاقتصادي الفريق وكتبت برشولونا اقترب من الإفلاس اهتمت بالتصراحات طبعا تاني والدة كاليان منبابي وكتبت والدة امبابي تفاوت بارين سان جرمان من أجل تجديد عقد امبابي اعتقد الكلام ده اعتقد غير صحيح لان اعتقد امبابي خلاص مجرد وقته هيكون موجود في ريال مدريد الصحيفة ركزت على اكيد هزيمة المنتخب امام او هزيمة المنتخب ايطاليا امام اسبانيا 2-1 وكتبت يمكن نوع من انواع الفخرة على مستوى طبعا الصحاف الايطالية وكذلك قالت ان السلسلة تنتهي بعد ثلاث سنوات سبعة وثلاثين مباراة دون هزيمة زي ما بقول لحضراتكم مبارح كانت مباراة قوية جدا جدا ما بين المنتخب الاسباني ومنتخب الالماني وكانت طبعا نتيجة المباراة يعني في بعض الاحيان تكون نتيجة كبيرة ولكن على مستوى الاداء على مستوى اداء خاصة المنتخب الاسباني اعتقد قد مباراة كبيرة جدا جدا لكن الصحف كمان الايطالية بتشيد باداء اكيد المنتخب الايطالي اللي رجع للمباراة في وقت يمكن كان متأخر شوية يمكن كان طبعا مع هزيمة يعني مع تخلفهم ب2-0 بلعبوا نقصين واحد وكان من نقصين واحد من قلب الدفاع كان صعب الامور جدا 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 على المنتخب الايطالي لكن بسالة المنتخب الايطالي زي ما بيروح روح المنتخب الايطالي دايما موجودة يمكن قدروا يقربوا شوية بالنتيجة واصبحت اتنين واحد لكن طبعا كان فوز تاريخي اللي المنتخب الاسباني زي ما بقول لحضراتكم المنتخب الاسباني مفزت على المنتخب الايطالي يمكن فيه ارضه اكتر من 20 او 25 سنة وبالتالي كان فوز تاريخي للمنتخب الأسباني وزي ما بقول لحضراتكم رجم الهزيمة لكن أشادت الصحف الإيطالية بالروح القتلية أشادت بالمنتخب الإيطالي لسه عندنا كلام كتير مع حضراتكم وهلسه عندنا كمان ضيف مميز جدا طبعا النقد الرياضي محمد الباز هيكون معانا ومع حضراتكم